استضافت منطقة المدامي بالشارقة في عقاعة الشيخ ليفة بن زيد آل انهيان عرسا جماعيا نظمته جمعية النهضة النسائية تحت رعاية حرمي صاحب السمو حاكم دبي سمو الشيخ هند بن مكتوم آل مكتوم ويأتي هذا العرس الذي ضم أحد عشر عريسا تماشيا مع النهج الذي أرسه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل انهيان طيب الله ثراه في التخفيف عن كاهل المقبلين على الزواج وتلاحما مع مساعي الدولة الرامية إلى الابتعاد عن المغالاة في تكاليف الزواج وتكوين أسر إماراتية مستقرة بلاديون